وكما يعي معظمنا لما يحدث في فلسطين في الشهر الأخير ونحن نعلم بأنه وفي شهر رمضان المبارك وقبل بضعة أسابيع من الآن العديد من الفلسطينيين قد تم إجلاءهم من منازلهم والحكومة الإسرائيلية الصهيونية قد أعدت مستوطنات إسرائيلية وبسبب ذلك فقد قاموا بالاحتجاج في فلسطين وفي آخر يوم جمعة من رمضان في تاريخ السابع من شهر خمسة الموافق لستة وعشرين من رمضان وبعد صلاة الجمعة قد كان هناك مظاهرات في المسجد الأقصى وهذه المظاهرات قد كانت سلمية جدا وعلى الرغم من هذا فالقوات الإسرائيلية قد قاموا باقتحام المسجد الأقصى وداسوا بداخله وأطلقوا رصاصا مطاطيا وأطلقوا القنابل الغازية وبسبب هذا فقد تم جرح مئات الفلسطينيين وبعد عدة أيام قد تم نشوب حرب والتي استمرت 11 يوما ووفقا لوكالة رويترز ففي هذه الأيام 11 من الحرب 248 فلسطينيا قد تم قتلهم من بينهم 66 طفلا وأكثر من 1900 فلسطيني قد تم إصابتهم بجراح والعديد من الجرح قد استشهدوا بعد إصابتهم بعدة أيام لذا فإن عدد الناس الذين قد تم قتلهم هو في إزدياد وفقا للأخبار الإسرائيلية والجزيرة فقد تم قتل عشر إسرائيليين فقط من بينهم طفلين والحمد لله فمنذ يومين قد هناك وقف إطلاق النار وبعد تطبيق وقف إطلاق النار هذا كل الطرفين قد دعم بأنه كان المنتصر فالفلسطينيون يقولون بأنهم منتصرون بسبب حدوث وقف إطلاق النار والإسرائيليون يدعون المثل فما هو موقفنا؟ نحن كمسلمون في هذا الوضع رقم واحد بأنه يجب علينا كمسلمين بأن ندرك بأنه في يومنا هذا يوجد هناك 5.211 مليون فلسطيني واليومنا هذا وفقا لمقاييس تعداد سكان العالم وفي تاريخ 24-5-2021 اليوم يوجد هناك 5.211 مليون فلسطيني من بينهم أكثر من 2 مليون ممن يقيمون في قطاع غزة وتعداد المسلمين حول العالم اليوم هو أكثر من 2 مليار مسلم وفقا لي فهؤلاء الفلسطينيون ولغاية آخر إعدة عقود مضت فيهم يقومون بفرض الكفاية فهم يقومون بحماية ثالث مكان مقدس للإسلام هم يقومون بحماية المسجد الأقصى وما يقومون بفعله هو فرض الكفاية وأنه واجب على كل مسلم وإذا لم يكونوا متواجدين هناك بأن يقوموا بمساعدة من يحميه لذا فالذي يقومون بفعله بأنهم يخاطرون بحياتهم الفلسطينيون يقومون بفرض الكفاية بالنيابة عن الأمة الإسلامية كلها فالأمة الإسلامية تشكل اليوم أكثر من 25% من تعداد سكان العالم هناك 7.8 مليار شخص في العالم اليوم أكثر من 2 مليار منهم مسلم أكثر من 25% هم مسلمون وهو عار بأن جميع المسلمين وهم أكثر من 25% من تعداد سكان العالم بجمعهم معاً فإننا لا نستطيع حماية المسجد الأقصى لذا فرقاً واحد هناك هؤلاء الفلسطينيون هم يقومون بفرض الكفاية بحمايتهم لثالث مسجد مقدس لثالث موقع مقدس للإسلام ما الذي ينبغي علينا نحن المسلمون فعلا؟ والوقت لن يسمح لي بأن أطير الحديث فسأذكر فقط بعض النقاط المهمة بشكل مختصر سأذكر 13 نقطة بشكل مختصر فيما يجب على المسلمين فعلا وأول 7 منها يمكن لأي مسلم أن يقوم بفعلها ويجب عليهم فعلها يجب على أي مسلم والباقية منها لن يكون بالإمكان تطبيقها جميعاً ولكن هناك ممن أعطاهم الله تعالى المناصب هم من يستطيعون فعلها رقم واحد وأقل ما يمكن لأي مسلم فعله وينبغي أن يفعله هو بأن يقوم بالدعاء للفلسطينيين وللمسجد الأقصى وأشعر بأنه فرض على كل مسلم بأن يقوم بالدعاء لأخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين يجب أن ندعو من أجل سلامتهم ويجب أن ندعو من أجل نصرهم ويجب أن ندعو بأن يعطيهم الله تعالى الصبر ويجب أن ندعو لإخواتنا الشهداء بأن يعطيهم الله تعالى أعلى مقام في الجنة جنة الفردوس وأفضل وقت تقوم فيه بالدعاء لإخواتنا الفلسطينيين هو في وقت التهجد لأن الله تعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في الثرث الأخير من الليل وإذا قمت بالدعاء في السجود في صلاة التهجد فإن هذا سيكون الأفضل وهؤلاء المسلمون من الذين يقومون بشكل اعتيادي لصلاة التهجد يجب عليهم أن يدعو أما الذين لم يعتادوا بأن يستيقظوا فعلى الأقل هذا يمكن أن يكون عذرا أو محركا لأن تتأكد من استيقاظك في الثرث الأخير من الليل وقيامك بصلاة التهجد لله سبحانه وتعالى وفي تلك الصلاة وفي السجود تقوم بالدعاء لإخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين من أجل سلامتهم وأمانهم ومن أجل صبرهم ومن أجل نصرهم ولأن يجزي الله من استشهد منهم بالجنة وقد لا تعلم بأنه ربما وبسبب هذا فقد تصبح هذه عادتك أغدا بأن تستيقظ لصلاة التهجد وهذا يعد أفضل وقت حيث فيه يستجيب الله تعالى لأدعية المؤمنين ويقول عز وجل هل من سائل فأعطيه؟ لذا فإن أقل ما يمكن للمسلم فعله هو بأن يقوم بالدعاء لإخوتنا وأخواتنا المسلمين في فلسطين رقم اثنين هو بأنه يجب عليك بأن تتخذ موقفا على مواقع التواصل الاجتماعي فالأعمال الوحشية التي قد تم القيام بها من قبل الإسرائيليين على الفلسطينيين من انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الذي تم فعله والوقت لن يسمح لي بالتحدث حول هذا بالتفصيل ويمكنك الرجوع إلى محاضرتي بعنوان فضائل المسجد الأقصى والتي تحدثت فيها بشكل مختصر عن تاريخي كيف وجد الفلسطينيون هناك في البداية ومن ثم أن اليهود قد أتوا ولغاية الوضع الذي نحن فيه اليوم والوقت لن يسمح لي بالتفصيل ولكن يجب علينا بأن نقوم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا سواء كان على فيسبوك أو إنستجرام أو تويتر أو واتساب فيجب علينا أن نجعل العالم يدرك الفضائع التي قد تم ارتكابها من قبل الإسرائيليين على الفلسطينيين الأبرياء رقم ثلاثة يجب علينا أن ننشر رسالة سواء على شكل كتيبات أو كتب أو كتب إلكترونية حول هذه المشكلة بحيث يكون العالم على وعي لما يحصل في فلسطين رقم أربعة يجب علينا بأن نقوم بالدعاية سواء كان على لوحات إعلانية وسواء كان على الأبنية أو على المقتنيات أو على الباصات على أماكن مختلفة لكي تجعل الناس في منطقتك وفي مدينتك وفي بلدك يعون حول الفضائع التي تم ارتكابها بحق إخوتنا وأخواتنا في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية رقم خمسة بأنه يجب أن يكون هناك مظاهرات سلمية حول العالم يقوم بها المسلمون ولكن تأكدوا من أن تكون هذه المظاهرات سلمية وتأكد من أنك إذا كنت تقيم في بلد غير مسلم تأكد من أنك تتبع قوانين هذا البلد فقم بأخذ الإذن ثم قم بالتظاهر وتأكد من أن تقوم بإعطاء مذكرة للقيادات العليا الإسرائيلية أو للصفارتهم إن وجدت في بلد إقامتك إذا كنت تقيم في بلد غير مسلم الأمر السادس هو بأننا جميعا كمسلمون حول العالم يجب علينا أن نقوم بمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية فيجب أن نقاطع استهلاك جميع المنتجات الإسرائيلية بشكل مؤكد إذا قام 25% من سكان العالم بمقاطعة 100% من المنتجات الإسرائيلية فإن هذا سيكون بشكل مؤكد أمر يذكر الإسرائيليون وسيكون درسا جيدا لهم رقم ثمانية أننا يجب أن نتبرع ماليا بقدر ما نستطيع وكما ذكرت سابقا في العديد من محاضرات السابقة بأنك وعندما تتبرع بجانب فريضة الزكاة التي يجب عليك إعطاؤها تأكد بأنك تتبرع بنسبة مئوية معينة من دخلك الشهري سواء كانت 10% أو 20% أو 30% أو 40% أو 50% وكلما أعطيت كلما كان الأمر أفضل ومن ضمن هذه الصدقة الخيرية التي تتعهد بها من ربحك الشهري تأكد من أن تقوم بتحديد دفعة منها من أجل فلسطين من أجل إخوتنا وأخواتنا في فلسطين ربما من أجل بناء مستشفيات وربما من أجل بناء مدارس وربما من أجل بناء منازلهم وربما من أجل إطعامهم من أجل أغراض عديدة فيجب أن نتأكد من أن نساهم بقدر ما نستطيع فالله تعالى دائما لا ينظر إلى الكم بل ينظر إلى النسبة المئوية التي تقوم بإعطائها من النعمة التي قد منحك الله تعالى إياها وقد قلت هذا من قبل بأنه إذا كان هناك شخص يقوم بكسب ألف دولار في الشهر وقام بالتبرع بمئة دولار فإنه سيحصل على أجر أكثر من شخص آخر قد كسب مليار دولار وتبرع بمليون واحد فقط لأن المليون من المليار هي نسبة واحد من عشر في المئة كنسبة بينما المئة دولار من ألف هي عشر بالمئة كنسبة لذا فالشخص الذي كسب فقط ألف دولار وقام بالتبرع بمئة دولار فإنه سيحصل على أجر مضاعف مئة مرة مقارنة بالشخص الذي كسب مليار دولار وقام بالتبرع بمليونا واحدا لذا فإن الله تعالى سينظر إلى النسبة المئوية مما قمت بالتبرع به لما تملكه وليس إلى الكمية لذا فدعونا نقوم بعهد بأن تبرع بنسبة مئوية من دخلنا لوجه الله تعالى ومن هذه النسبة نقوم بتحديد حصة للفلسطينيين رقم ثمانية وهذه النقاط السبع الأولى التي ذكرتها كل شخص مسلم بإمكانه أن يفعلها كل مسلم عام يمكنه أن يفعلها ويجب عليه بأن يفعلها وهي أقل ما يمكن من أجل إخواتنا وأخواتنا في فلسطين والنقاط المتبقية يمكن للبعض بأن يفعلها حفنة يمكنهم فعلها بناء على من أعطاه الله تعالى السعة النقطة رقم ثمانية هي أن جميع هؤلاء الذين يوجد لديهم معارف في وسائل الإعلام الرئيسية أو أنهم أشخاص مؤثرون أو أنهم يملكون وسائل إعلام رئيسية فيجب عليهم بأن يتأكدوا من أن يقوموا بإدانة الفضائع التي قام بها الإسرائيليون في حق الفلسطينيين على وسائل الإعلام مثلا لأننا نتحكم ببث قناة بيس تيفي فإننا نقوم ببث هذا البرنامج بشكل مباشر على القناة وما شاء الله يوجد لدينا ضيف رائع وهو المفتي الأكبر السابق لفلسطين الشيخ عكرما صبري أسأل الله تعالى بأن يبارك فيه لأنه على الرغم من جدول أعماله المزدحم وعلى الرغم من سنه الكبير فإنه قد أتى قضيف متحدث في هذه المناسبة والحمد لله فكما يعلم هو بأن قناة بيس تيفي قد وصل مشاهدوها إلى من 150 إلى 200 مليون مشاهد وأنا متأكد بأنه في هذا الوقت عشرات الملايين من الناس يقومون بمشاهدة هذا البرنامج وهم يشاهدون عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب وهناك بضعة ملايين أخرين يقومون بالمشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى نتأكد من استخدام أي أن كان ما أعطانا الله تعالى إياه من سعة وأن نتأكد من أن يتم نشر هذا الأمر رقم تسعة بأننا يجب أن نتأكد من أنه يوجد لدينا منظمات مختصة تحتوي على مختصين في القانون بحيث يمكننا أن نقوم برفع قضية قانونية في محاكم الجنايات الدولية ضد إسرائيل رقم عشر يجب أن يكون هناك احتجاج دبلوماسي وأن نتأكد من أن يقوم المسلمون بالاحتجاج على المستوى الدبلوماسي إلى السلطات وإذا كان هناك سفارة أو قنصلية في البلد تأكد من أن تقوموا بإعطاء رسالة احتجاجية دبلوماسية لسفير ضد الفضائع التي تم ارتكابها من قبل السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين رقم إحدى عشر إذا استطاع المسلمون بأن يجتمعوا معا وإذا قمنا بمقاطعة تجارية مع إسرائيل مقاطعة تجارية كلية بأن نتأكد بأن جميع المسلمين في العالم لا يقومون فقط بمقاطعة فردية للمنتجات بل جميع الدول المسلمة واليوم يوجد هناك سبعة وخمسين دولة ذات أغلبية إسلامية في العالم فيجب بأن نقوم بمقاطعة تجارية ويجب أن لا نقوم بشراء أي شيء منهم من أي من منتجاتهم أو نتعامل بأي شكل من الأشكال سواء كان دبلوماسيا أو غيره مع إسرائيل رقم إثنى عشر يجب بأن نكون صارمين بعلاقتنا الدبلوماسية والحمد لله في أغلبية الدول ذات الأغلبية الإسلامية في العالم هم لديهم موقفا صارما مع إسرائيل ومع الأسف هناك بعض الدول المسلمة والتي تحتوي على أغلبية إسلامية ما زالت تستمر أو أنها قد بدأت من جديد بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل كيف يمكننا بأن نقوم بوضع يدينا بيد قتلة الأبرياء الفلسطينيين وقتل إنسان بريء هو ثاني خطيئة كبيرة في الإسلام فبعد الشرك ثاني خطيئة كبرى هي قتل النفس البريء وخصيصا إذا كان المقتول مسلما وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في العديد من الأحاديث والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك يعني الكعبة وتخيل بأنه قد تم قتل مئات الفلسطينيين المسلمين وما الذي تفعلونه كيف يمكننا بأن نضع أيدينا في أيدي العدو هم ليسوا فقط مسلمين هم مسلمين فلسطينيون ممن يقومون بفعل فرض الكفاية بالنيابة عن الأمة الإسلامية كيف يمكننا أن نصبح أصدقاء مع قتلة المسلمين في فلسطين كيف يجب علينا بأن نشدد جميع العلاقات الدبلوماسية وفي هذه النقطة أود بأن أهني الكويت فقد كان هناك خبر مؤخرا بأنه في البرلمان الكويتي قد كان هناك واحد من أعضاء البرلمان والذي صرح في البرلمان وأراد بأن يتأكد من أن تقوم حكومة الكويت بإجراء قانوني بأن أي شخص يدعم إسرائيل سواء كان على أرض الواقع أم على منصات التواصل الاجتماعي يجب بأن يوضع في السجن لمدة عشر سنوات بالإضافة لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي والتي تعادل أكثر من خمسة عشر ألف دولار وأسأل الله تعالى بأن يتم تطبيق هذا القرار في الكويت بأقرب وقت وأود بأن أطالب جميع السبع وخمسين دولة إسلامية حول العالم بأنه يجب عليهم بأن يطبقوا هذا القانون أنا أعلم بأن العديد من الناس يخافون لأن إسرائيل مدعومة من قبل قوى عظمى نحن نفشل في إدراك أن الله تعالى معنا الله عز وجل يدعمنا والله سبحانه وتعالى هو دائما مع المؤمنين مع الأسف وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم النقطة الثالثة عشر إن جميعنا نحن المسلمون حول العالم يجب علينا بأن نتحد جميع الدول حول العالم يجب علينا بأن نتحد وكما قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن المسلمون يجب علينا بأن نكون متحدين والعنص الرقم واحد لاتحاد المسلمين هو القرآن الكريم والحديث الصحيح واليوم وفي ظل السيناريو الموجود لدينا هناك نقطة مهمة أخرى تدعو جميع المسلمين حول العالم للاتحاد بغض نظر عن أي فكر أنت تنتمي إليه وأي مدرسة أنت تنتمي إليها وأي دولة أنت تنتمي إليها ألا وهي القضية الفلسطينية لأن المسجد الأقصى هو مهم لكل فرض مسلم بغض نظري عما إذا كنت تعيش في السعودية ماليزيا الهند باكستان تركيا أو أي مكان المسجد الأقصى هو مهم جدا لكل مسلم وفي هذه القضية في المشكلة الفلسطينية حيث يتم قتلهم من دون رحمة في آخر 11 يوم من الحرب فلسطينيون أبرياء قد تم قتلهم مدنيون قد تم قتلهم أبنية مدنية قد تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية وعبر القنابل وأكثر من 250 فلسطيني قد تم قتلهم ومنهم 66 طفل ما الذي يفعله العالم؟ نحن قد كان هناك بكاء وقد كان هناك اعتراض ولكني أشعر بأنه يجب أن يكون هناك شيء أكثر بكثير من ذلك فيجب أن يكون المسلمون متحدون وأنا أعلم بأنه قبل يومين وفي الأخبار قد ذكر بأنه في جنوب آسيا ماليزيا وأندونيسيا وبرانوي هؤلاء الدول الثلاثة قد قاموا بتوقيع عريضة وقاموا بإعطائها للأمم المتحدة ضد إسرائيل والحمد لله أنا سعيد بمعرفة أنه وفي ماليزيا نطحات السحاب الأكثر طولا مثل بورج كي أل وبرج كوان وجسر كانونغا والعديد من الجسور قد قاموا بإضاءتها بألوان العالم الفلسطيني تضامنا مع سكان فلسطين فمثل هذه الأمور يجب أن تزداد وأنا شاكر جدا لحكومة ماليزيا بما قاموا بفعله بناطحات السحاب الطويلة والأبنية الحكومية حيث أنهم وضعوا ألوان العالم الفلسطيني والحمد لله نجد بأن العديد من البلدان قد قاموا بالدعم مثل تركيا وباكستان ولكن نحن سنكون مؤثرين فقط إن قمنا بالاتحاد معا إذا قامت جميع الدول الإسلامية بالاتحاد معا وإذا وقفنا متحدين من أجل إخوتنا وأخواتنا الأبرياء في فلسطين ودعونا من أجلهم فإن شاء الله سنكون أكثر تأثيرا بغض نظري عن أي شيء والله تعالى يخبرنا وهو لا يطلب منك ومني بأن حل الأمور فهو عز وجل وحده كاف وقد وعد سبحانه وتعالى في القرآن بأنه وبكل تأكيد سيعلم الظالم الدرس والله تعالى قد قال أيضا في القرآن الكريم بأنه دائما يمهلهم ويعطيهم المجال ليتحركوا كيف شاءوا هو فقط يعطيهم وقتا فالله تعالى لا يحتاجني ولا يحتاجك ولكن لما لا نجعل نور شمس إرادته يسطع لما لا ندعم كما قال النبي محمد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتك منه عضوا تدعى له سائر الجسد بالصهر والحمة لذا فإني أطالب أخواتنا وأخواتنا المسلمين حول العالم بأن ينفذوا الاقتراحات المذكورة التي قمت بإعطائها وأن نتأكد من أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبقي أخواتنا وإخواتنا الفلسطينيين آمنين وأن يؤيدهم بالصبر وأن يؤيدهم بالنصر وأن يعطي الشهداء جنة الفردوس وأود أن أشكر نيابة عن كل فرض مسلم ومن أعماق قلبي إخواتنا في فلسطين لفعلهم فرض الكفاية لحمايتهم ثالث موقع مقدس للمسلمين نحن نشكركم وندعو الله بأن يجزي جميع الفلسطينيين إن شاء الله تعالى بجنة الفردوس اللهم آمين